تعرفيها؟ تعرفيها؟ اهلاً صحيح انا بقدة انا من معجبينك بقدة انتي اسمك؟ انا اسمي شيستة. يا فنانة انتي بش فهم انا معجبة بك ايه يا فنانة بش في اشغال شقة وعلى نزلة مشاهدة وكله يا فنانة وينة عجبك في اشغال شقة؟ والله اش اقول غير كده انا اش اقول غير كده من العيندي قبل العيندي اعرفك بشيستة؟ شايستة بنتي شايستة غوية تمثيل ايوة وشايستة بطلة جنباز واللعابة بالي ايوة وتحاولت تمتلك ايلة اي ايلة عصر بتلعبي ايه؟ انا بنتي بالرينا ايه ده اللعب بالي بردو هي مش معروفة بس اسمها اليوكوليلي جتار بس على صغير بدل ستة اوطر ببو اربعة اوكي وبعزف على البيانة بس اش بفهم اي حاجة بس عارف عزف بس بتعرف يعني بس تسألني على نوتات اقولك معرفش اوكي بس اسمها ايه بقلت جتار بس صغير يوكوليلي ده غير الماندولين ده غير الماندولين خالص اوه هي الشبه اللي كانت افترعت في ايه؟ زي اللي كانت في مع محمد عبدالوهادي ماندولين اللي كان مع عبدالوهادي ايوه ده كان ماندولين اللي مع عبدالوهادي ماي حاجة شبهها كده بس على الجتار بس على صغير انت عادت كم سنة يا شايسة؟ انا عني 17 17 انت السنة دي في ثلثة سنة دي حقيقة اخر سنة ليكي في المدرس الحمد لله الحمد لله الحمد لله وعرفتي هتخش كلية ايه ولا لسه؟ ده سؤال جميل جدا ده السؤال الصعب الا مش المفروض اسأله اوه الا اوه الا ده ما عنديش اجابة لي اوه يعني كان نفسي اجابة حضرتك بس انا ممكن اقولك الاختيارات اللي عندك قوليلي الاختيارات يا بيزنس يا هندسة يا تمثيل اخترتك حاجات ولا ليهم اي علاقة ببعض اوه وده عامل بالرهب الزبط زي بنتي اخترت اربع كليات مختلف سينما وعلوم سياسية بس ايه ما شاء الله جايبا حاجات وايجيبتولوجي وطيب اربع حاجات ولا ليهم علاقة ببعض احنا بعد النتيجة هنغربل ونطلع احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه دي اللي هي احتمال يعني ندرسها بس في نهاية هنمثل بس المهم من الدراسة الكويسة هتفدنا برضو في التمثيل طيبت عايزة تمثيلي ليه؟ عافيه انا بحب التمثيل جدا انا بحب التمثيل جدا عشان اول هتخشي هندسة ليه؟ عشان مين قال ان انا هخش تمثيل مين قال ان انا يعني اصل التمثيل ده حاجة انا مستنيها جيلي فانا هخش هندسة وكمل في مجالي لحد ما التمثيل يجيلي فيش حاجة ده ان انا وصلها على الاطلاق انا عايزة تمثيل ده حش هندسة ليه؟ لانه هندسة فانا بحب التمثيل ان شاء الله اي حاجة بالمهم على ما يبدو ان دي قزمة جيل كامل يعني دي مش قصة جهزة القصة دي عندي وعند ولاد اصحابي تقريبا بكلهم وحاجات زي كده فانا متبرجل متبرجل والله بس بقدون عايزة اقولي على حاجة ان التمثيل سواء انت درسته او مارسته وعندك موهبتك طبعا وبتحبه لو انت درس حاجة تانية بعيدة عن التمثيل بتفيدك جدا جوا التمثيل يعني انت لو دكتور مثلا ده بتبقى انت جاي من الخلفية معينة فيها مذاكرة فيها فيها ناس ما متعود على بازل المغلوب على التزام متفاصيل اه فبتبقى ممثل يعني انا ما شوفتش ممثل دكتور او مخرج دكتور او مهندس مخرج يعني جاي لنا من الكليات تانية صعبة الا كان مثال الالتزام والعمل الصعب يعني يعرف يطبق باليومين ويشتغل حفيز ملتزم يعني بيفيدك جدا في التمثيل كممثل انساني بيفيد خبراتك كمان اللي قلنا من علم اجتماع اللي قلنا من علم نفس ده فدم جدا في فهم الشخصيات طب انت بتتعامل مع شخصي ازاي يعني في جزء ديكتاتور بتتعامل معها بالdiكتاتورية دي او لا او أخوال اخنع عشان حرام تتخشي كلية التعزم غير كده ديكتاتي. يعني هي مثلا اقول لها ما عايز اخش ده. تم هندسة يا شايزت. لا بس ما انا عايز اخش ده. عافية ده موجود في هندسة. يعني جربي خشي هندسة وممكن يعني. هزو خش هندسة ليه؟ هو ميقولها كده بتتعود تقول مثلا ايه. عايزة مثلا مش هقف ايه تصميم ايه. مش هقف ايه. فبحس ان الحاجات دي كلها لو تجمعت الافكار اللي فيها علاقة بالتصميم. هتبقى يا هندسة يا فنون جميلة. لما انت بتحب التصميم. حابب كده. حابب ترسم. وهي بترسم كويس. فخلاص اتجي لناحية العمارة. بس انا مش كده في هندسة ان انا حساها مجال تقيل قوي. وانا نحبش الحساب ولا الفيزياء. يعني خش الناس عامل ايه؟ يعني نتكلم. يا جماعة انت وجل ينقط والله العظيم. ما انت ما بتحبيش. ولا الحاجات الحساب والماث والفيزيكس. ليه داخلها ده؟ يعني خلاص. بس انا صراحة. انا بحب اركتكتش. اللي هو التصميم الخارجي. ان انا ارسم مبنى بخيالي انا بالكرياتيف دي بتاعتي عندنا. وان انا عمل مبنى دي حاجة انا حب. اوستيزي حتتعب. انا حاجة كمان بس اقول لك. انا هقول لك على حاجة. في التصميم الخارجي انا عارف ان انا برسم بقى ومش عارف ايه بتاعها. بس حتى لو انا اقدر اذاكر ان كان الفيزياء اللي هدواني ما انا اخدتها في المدرسة. ليه مقدرش اخدها في الجامعة وادوس على نفسي واذاكرهم ونفس الحوار مع حسابي. تاخدي خلاصة التجربة. اتفضل. انا في الاول بعد ما خلصت مدرسة دخلت هندسة. ما شاء الله الله. ليه. ليه. عشان انا بحب التصميم الخارجي وكنت بحب ارسم وصمم واجهات وكل الكلام ده. ودخلت اعدادي هندسة عرفت ان انا مش مهندس. فس ابتهب بعد ما خدت اعدادي او بالادقة بعد ما اسقطت في اعدادي هندسة. انا بحب فيك التجارب. فلو هو ده السبب اوعي تعطبي قدام بوابة هندسة. عشان ده انت مش مهندس. انت فنان انت رسام انت عندك خيال. كل الكلام ده رائع. هندسة قصة تانية تماما كلها ارقام كلها حسابات. بس عايز اقولك انت درستك افاديتك كموزيع. انت موحتش درست انا موزيع. ما دخلتش اعلام. ادخلت اقتصاد. اقتصاد. افاديتك جدا لما جدت لا تشتغل سياسة. اعتقد. لما جدت تشتغل موزيع اللي هو ربط اللي بيطلعوا كل يوم دول اسموا ايه. الموزيع اللي بيطلع كل يوم الربط. اللي بيطلع كل يوم يعود له. ما طلعتها دي بكيت على ايامي انقرضت. اه والله. لا انا مبسوط انها كيت انقرضت. عشان مجدتش حابة بربط. بس الاقتصاد فادك. جدا. جدا. ما خلكش جاي من الخلفية ضعيفة. جدا. جدا. فان انا بقول لك. لو هي دي بتاع تندسة. اه رابي من هندسة. اي درسة انت بتدرسها. اي درسة بتفيدك في هوايتك. بعد كده. يعني انا. يعني انا اتخارج التجارة. انا عايز اقول لك انا اصرع واحدة بتتفي مع ادرين الانتج. واصرع واحدة بتحسب دفعتها. واصرع واحدة بتتعامل مع الضرايب. امامرين اللي الدرائب السان بيرتاحوا ومتعاملوا معي. المحاسب بتاهم مرتاح مع ايه. سفل. جدا. انا عايز اقول لك. مش فاهمين اي حاجة في الارقام بتاعت اللي لأ انا تمام الارقام عندي تمام ده عشان التجارة فافدتني كموسل وتعرفي بقى تتفاوضي ومش عارف ايه وتقرسي في الفصال والحاجات دي بس بعرف بعد الفصال انا اسكندرانية احنا بتاع الفصال اساسا مستر علينا يا رب الله اه ممكن ساعة فصال على خمسة جنيه ده هو متعة الفصال خمسة جنيه من الف جنيه بس انا هفصل في الخمسة عني هفصل في الخمسة دي متعة الشراء الفصال نفس اعرف ليه اه الله بقى وانت اخد الحاجة ارخص يا سلام اصلا انا انا من الناس بتاعتي كلمة واحدة ده بكام بكزا كل رجالة لا انا اخدها كزا كل رجالة زيك لما تتهديش بالرقم اللي انا عايزه يسيبك وامشي كل رجالة زيك وبيحبوش ييسو كتير اه طبعا ويخشوا محلوك فكرة انا عرفت حوارة انتو بتحولوا فتفاصله ده لما انا كنت مع جدتي كنا في محل ماشي فهي قررت ليها مش حافة بكام فبعدها قاعديني نناقش معاها بقى وتقول لنا لا 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 ديم تبقى بكادا مش حافة ايه فبعديها حتقيت لي واحنا كنا في دبي فكرة الست مش فهمنا اصلا بالله هي كانت سهندية ولا انا معاش حتقدين فبعده حتقيت لي عادت بقى تكلمي وعلا بتقولي احنا نروح هناك وعلا تغمز لي بقى ولا معاوش تقليني ايه تقولي احنا نروح هناك فجايين ماشيين حتقيت لي استانوا 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 فقلت اه تيتابا تفهم اصدية الحركة المصرية الأصيلة دي لو معنوت سنسبها ونطلع قدامها نشوف عشان تعرف احنا في الفصال في كل حتة في العالم ايه اكتر حاجة بتحبيها في منطق عرفيك احب السؤال ده جدا حلو والله بجد احب السؤال ده جدا اكتر حاجة احبت حاجاتك كتير اكتر حاجة احبها في ماما هي قوة شخصياتها ان ماما شخصياتها قوية جدا ان الناس مش بتخاف منها بس بتقدر شخصياتها من بعيد حتى يعني حتى الناس لما بتشوفها كده لهو ايه فيه في مساحة احترام جات قريدي من غير الماما تتكلم وانا الماما تتفتح بقاها وده معرفش من ايه وحتى لما حد بيتكلم معاها هي تعرف تحط الليمتس على طول الناس بتبت فيه في سنة قوة بتباني سكتت ازاي كده ايه بتسمع بتسمع انا عارفة بتبارمج بس الكورش تخصياتي مش موجودة في البيت مش على اولادها يعني حمد الله مش موجودة في البيت مش مسيطرين في البيت لا كأم مسيطرة بس ايه اصدها يعني التعامل اللي هو الرسم مش اللي هو الحزم المطلق طول الوقت افندم نعم اهلا يا مدام ازايك اهلا يا محمود بي فرصة سعيدة جدا